يا اخي المشاهد راح ننتقلو المصطلح هذا تعكسر ترند ولا اختراق بسكو كان فرق بين كسر الترند واختراق ترند مثال نعود نرسم الخطة ترند تعنا كما تفهمنا نروحوا الترند لاين بعد مثلا نرسمنا هكذا اه نرسمو خطة ترند كما هكذا في هذا الحالة هنا يا شوفوا هنا وش عدنا هذا المنطقة هنا يعني يصره انعكاس للسوق اكفاعم يعني شوف مصطلح كسر الترند معنتها افهمة بالعربية هي التغير اتجاه السوق شوفوا كان عندك سعر السوق قاعد يسعد اكفاعم ولا عندك ترند نازل هنا وان يبدو ينزل اللبري هذي عمل توان المهم وسرح نقول لكم في هذا المنطقة لو كان مثال نزوموه هنا شوفوا يعني تلقى مهم هنا عندك وين صرى الكسر الرتاع ترند تنسوه الاختراق يعني كيف هم نضاع مثل هنا هنا شوفو قادر الاختراق كيف يكون قاعد مثال ينزل او من 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 المتحت مثال هكذا شوفوا من اين يعني من هنا او يصعد و VMware وصل لهم اللي بالاسة تخيل ونزل شوية هكذا يعود يعود يكمل يصعد ان keyboards يعود يكمل يسعد من جديد. هذا المكان هذا اللي هنا. هذا اللي صراف فيه هكذا. وتخيل عاود سبدا يسعد من جديد عاود رجعه كما هكذا. هذا البلاصة تعتبر اختراق برك هكذا. تعتبر اختراق لخطة ترند. ما تعتبرش يعني اه كما نقول لك انا ما تعتبرش اه كسر. بس كل كسر راح يغير لك اتجاه حركة سعر السوق كما في اللحظة. هذا المنطقة نحن تعتبر كسر. بس كوا شوفوا كان عندنا من البداية ترند صاعد شوفوا سعر السوق كيف كان يسعد. من البداية كان عندك سعر السوق يسعد. عاود صارت هنا هكذا وصرا كسر وبدأ ينزل بنسبة كبيرة يعني. هذا كان نقول عليه كسر الترند. اما الاختراق كما تفهمنا. وانت كيف تقدر تعرفه بالكسر او اختراق. بتقدرش تحكم عليه في البداية. زيد. بعد بمثال اعتمدت على شحال ما نقمم يعني شوف تخيل. تخيل معي. بلي لو كان هنا قمة هنا قمة هنا قمة هنا قمة يعني كان واحد الستة قمم هكذا. قصدي ستة قواعد. بس كوا القواعد هما اللي في الترند الصاعد قلنا نرسمه على القواعد يعني على القعان في الاسفل الخلاص. تخيل تعتمدت على ستة قواعد من البداية وترايح. يعني عودتك واحد يعني واحد المنطقة صرا فيها هكذا. نزل بري بعد النسبة الكبيرة. احنا تعرف باللي كراه هو كسر. بس كل الاختراق يجي كغير بنسبة صغيرة عبرك مثال هكذا. جاء مثال لهذه المنطقة هنا. شوف هنا. يعني اسفر تشوف هكذا. شوفت هذه بلاصة هناك ينزل لهكذا عودتك يصعد. كان قادر مثال اذا دركي مع هكذا. وكمل عودتك يطلع. هذه المنطقة هذه هنا. هنا. ثم هنا تكون صغرام له. تم تعتبر هذه المنطقة تعتبر اختيار اخبرك. اما في هذه اللحظة شوفوا يعني قدوش نزل بري. هذين ندروحنا كسر بسكو. غيرنا اتجاه سعر السوق. كان عندنا ترند صاعد ولا عندنا ترند نازل. وهذا ما يسمى بمفهوم الكسر خط ترند ولا اختراق خط ترند. وفي كل الحالات قدر يقول لي عندك ترند نازل مثال في هذه اللحظة. كان عندنا هكذا. مثال هكذا. قاعد ينزل او ينزل او اسبر توفك نرسموهم له. تخيل او ينزل لبري. هكذا. في هذه اللحظة هنا صارت كيم اكذا. عد سعدي اخو ينزل او يدرك كو السعر. وصلت للبلسة اطلع على شوي. كفاهم. يعني اطلع عود تكمل بنسبة كبيرة. هذا يعتبر هذه المنطقة هذه. هنا تعتبر كسر الخط ترند. ننازل. كفاهم. تخيل مثال جات هكذا. يعني سعر السوق كان يطلع. نزل. طلع نزل. وصل له هكذا. در شوي خرج على خطة ترند. ورجع. كفاهم. هذا كتعتبر اختراق. يعني هذا مفهوم الكسر. خطة ترند. واختراق خطة ترند. ترجمة نانسي قنقر